مع دخول فص الصيف يتسابق الناز إلى الاستمتاع بارتياد برك السباحة ولكن هذه الرحلات لابد أن تتسم بالسلامة للاستمتاع بها لذلك حثت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية على اتباع وسائل السلامة في ذلك تبقى سلامة المواطن والمقيم في مقدمة الأهداف الرئيسية التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها وفي هذا الإطار أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني كعادتها السنوية حملتها التوعوية الهدفة إلى توفير السلامة لجميع مرتدي برك السباحة يتم إطلاق الحملة التوعوية الخاصة بالسلامة في برك السباحة سنوية من كل عام خلال فترة الصيف بالتنسيق مع جميع المحافظات في المملكة طبعا للتأكد من اشتراطات السلامة في برك السباحة وكذلك توعيات المواطنين والمقيمين بأهم الإرشادات كذلك يتم أخطار أصحاب البرك بالنواقص والأخطار المحيطة بالبركة طبعا الهدف من هو الحاملة للتأكد من هذه الإرشادات وكذلك الحد من حالات ونسبة حالات القرق في برك السباحة ونشر الوعي والثقافة الأمنية ويتم تنفيذ هذه الحملة التوعوية في كافة المحافظات من خلال فريق عمل ميداني مؤهل من مكتب العلاقات العامة والتوعية والذي يتفقد برك السباحة بهدف الإطلاع على اشتراطات السلامة المطلوبة فيها وتوزيع ملصق الإرشادات بطرق الارتياد الآمن لبرك السباحة وتشمل هذه الحملة التوعوية جميع مرتادي ومؤجري برك السباحة سعيا إلى رفع مستوى الوعي لدى المرتادين وحثهم على اتباع الاحتياطات والإرشادات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وكذلك حثوا المؤجرين على توفير جميع مستلزمات السلامة وعملوا الصيانة لبرك السباحة بشكل دوري بالنسبة عن الحملات التفتيشية من قبل وزارة الداخلية والدفاع المدني تكون باستمرار علينا خصوصا في الموسم القادم طبعا نحن في عندنا استعدادات كبيرة من ناحية السلامة في برك السباحة عندنا تعاون كبير بالنسبة بين برك السباحة والدفاع المدني حيث تزويدنا بالبروشيرات والملصقهات ودائما نحن معاهم باستمرار مع الدفاع المدني بما هناك جديد بالنسبة لبرك السباحة وتدعو الإدارة العامة للدفاع المدني إلى عدم ارتياد برك السباحة غير المرخصة رسميا من قبل وزارتي الصناعة والتجارة والصحة والالتزام بقراءة الإرشادات والتعليمات مع ضرورة مراقبة الأطفال أثناء ارتيادهم برك السباحة وعدم تركهم بمفردهم طبعا نحن ننصح في الإدارة العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين أنهم يقومون بارتياد برك السباحة المرخصة من الجهات المعنية سواء وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وكذلك مراقبة الأطفال أثناء ارتيادهم لبرك السباحة ومع استمرار كل هذه الجهود يبقى تعاون المواطن والمقيم عاملا أساسيا في توفير السلامة العامة للجميع